أنا نادي عبدالسلام أنا اللي جتلت عبدالحكيم عبدالجواد عشان أخد طرابوي أنا اللي هربت من السجن وزورت ورق باسم تاني وأنا اللي جتلت مهدي جوزي ما تتبش نفسك معين هنزل معاك يعني هنزل معاك يا رتالة تبميني أنا كويسة والله أنا كده كده هنزل معاك وكمان عايزة قابل عيزة لا يا ستي مفيش داعي بقولك إيه أنا هنزل مصر سواء هاجي معاكي أو مش معاكي أنا كده كده نازلة خلاص يبها هتجيبتي معايا لا مش هينفع خالص أنا بس هتطمن عليكي وبعدين عندي مشوار كده هخلصه وبعدين أنا ماينفعش هسيب حسن ما أنت عارفة يا سلاة ده بجد ده ولا هزار بقى لا بجد مشي منورة 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 يا عمتي فيك إيه يا بيت مالك منورة منورة عايزة تقول إيه؟ مفيش حاجة بس أنت عارفة يا عمتي كله رايح كله ضايع ما يبقاش غير وجه الكريم يعني أنا فتحي بشوفه كل فين وفين أزعل الضيق يجي لنقطة إيه يا بيت مالك فيك إيه يا عمالة تلفي وتدوري ما تقولي فيه إيه؟ ما تخليش عجلي يوادي ويجي؟ بصراحة في حاجة وأنا خايفة أقولك خايفة من إيه ما تقولي؟ محروس إيه؟ ماله محروس اتجن مات يدي الحانة بصراحة هو لك ده ولا كده أمال فيه إيه يا بيت ما تنتجي المخفي ده؟ اتجوز إيه؟ بتقول إيه؟ هو ده اللي حصل اتجوز؟ اتجوز مين؟ أيوة 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 البت سامية دي برميل الزفت صح؟ صح؟ شبه ومنطنته ما تزعليش يا عمتي لا، أنا مش زعلانة اللي خدته الجرعة تاخده مش شعور على فين؟ أنا هوريه، أنا هخليه لفي حوالين نفسه أنا فوزيه يتجوز علي؟ أنا مكنتش عارفة أنك هتزعلجة وجده يا عمتي يا بيت أنا مش زعلانة، بس مش دهلي يتجوز علي أنا أنا فوزيه بنت عبد الجواد أنا هخليه زي البهيمة اللي بتلف في الساجة ما يعرفش يجيب أخرها آه يا محروس الكلب، إنما وريتك بدخل دخلت ولا ليلة مبارح يا مروار، صلاة النبي أحسن هتفضل الناس تحكي وتتحاكي عن جمالها الحمد لله الحمد لله على كل حال ربنا يجعل علينا كل هنة وسعادة يا ربي حبيبي بحسك معانا كنت عايزة أطلب منك طلب بس وغلاوتي عندك وغلاوتي عندك ما تكسفنيش أنا عمري يا أم كريمة قلت لك ليه؟ جول اللي أنت عايزها هنا تحت عمري عايزة روح مصر قاعد في بيت عمك عبد الله ليه؟ هتزقلك في حاجة؟ هتداسلك على طرف؟ أم جريتلك أي حاجة؟ لا يا حبيبي، ده كل شايلني على كفوف الراحة بس أنا عايزة روح البيت عشان مرحيت عبد الله عنك وريهه في طربته الله يرحمه يحسن إليه ويشبهش بيش الطوبة اللي تحت رأسه أما كريمة، إحنا اتفاجنا إن هنا البيت الكبير اللي أعلمنا كلنا ولا أنت لسه حاسة أن مراوال ما يقدر شيء لا يا حبيبي ما تقولش كده ده اللي أنت عملته ما يعرفش يعمله حتى الساحر ربنا يخليك أنت وحسن حيز عمك عبد الله يحس بمجهود يقول لأنا عملته ويحس كمان إن ابن أخوه جاب له حقه ورجعه له الحمد لله قصما بعز جلالة الله حجه رجع كامل مكمل زي الأول وحسن أنا ما عنديش مانع، بس أخدي رأي زينب الأول رأي زينب ده إيه؟ لا، أنت كلمة كلمتك والشرشورتك خلاص، اللي تشوفي بس على فكرة أنا ما أقدرش أستغنى عن زينب أبدا ولا هي تستغنى عنك يا مراوال ولا عنه، ما تخافش يا حبيبي خلاص يا مر كريمة، جيت شوفي ما عمل لك شوية شاي؟ هنا في ديك الساعة، لما أشربك وباية شاي من يد حمدينة ثانية واحد، ثانية واحد، ثانية واحد ألو لا إله إلا الله متشاكين يا سعدت باشا، متشاكين جوي مع السلام، مع السلامة خير يا مراوال، في إيه؟ وشك تقلب كده ليه؟ نادية معجزة في المركز، وزا بتكلمني لما عرف إن أعمل العيلة ألا عرف الله استني، هتروح كده؟ لا، هغير طبعا، وأنت مش هتجيجي معايا أكيد طبعا يلا يخوي تجوز ابن الهابلة تجوز مين؟ سامية، اللي كانت في ديل نعيمة دي يلا في دهية في مليون دهية عشان تعرفوا، كان عندي حج لما اتطلقت منه أنا مش عارفة هي تجوزيته عشان خطر إيه أصلا؟ تلاقيه ضحك عليها عمل لها البحر طحينة محروس وانا عرفان كلامه زي الفشار لما اتشبعي منه، يطوق تسيبينا من محروس دلوق أنا عايزة كتكلمة ريتال أنا حاسة إنه في حاجة مخبيها علينا حاجة زي ايه يا عمتي؟ مش عارف نزلتها مصر دي مش مريحاني في حاجة مدريها علينا طيب خلاص انا هتصل بيها دلوقتي هلو ايو يا رتيل انت وصلت ومصر طيب وانت كويسها يعني خلاص يا حبيبتي ماشي لما توصلوا بالسلامة كده بلغيني يالله سلام دلوقتي واي بوي صندقية عمتك كان معك حق طريقة كلامة كده مش مرأي حيني فهو ده الكلام اللي هي قلت هولي وطلبت ميني ان اكلمك وابلغك ان هي هنا هتسبكم مع بعض خمزين نريدي 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 حبيبتي حضن اي يا عملي ايضا جدي عايز احس بالامان قبل ماموت واعط وشاره عليك تاني تاني تاني